سأل كابتن محمد إيه اللي حصل يا كابتن محمد كانت التوقعات كلها بتقول إن عليها هيحقها التوقعات لآخر يوم قبل حتى اللعب بيوم كلنا كنا عاديين اللي إحنا عندنا بكرة إن شاء الله مديليا وانتظرنا حتى في التدريب وإحنا هناك كان علي بأداء وكراء يعني وحتى إحنا بالليل ومعنا يعني الجلسة دي هي معنا على الفيديو أكون عاديين بنتكلم ووالد نفسيته كان كويس جدا ومرتاح جدا ومفش أي مشاكل جينا ساعة اللعب في التسخين بدأ يحصل حاجة غريبة يعني بدأ الملعب بتتغير لأ يعني صلط التسخين بتتغير فبدأ هو يحصل له التوتر لأ الواقي ده مش مظبوط لأه نلبس واقي جديد ورغم الواقي معتمد وده بيو كي اف يعني معندناش أي مشاكل فيه خالص لجنا منظمة بدرون أنت كانت كابتن محمد وطريته جاتل على الأدوات اللي هو بيلبسها لأ ده مش مطابك معينو وليع بيه كل بطولات الدور العالمي وهو ده اللي أصلا مطابك معتمد لتوكيو يعني طب على فكرة أنه فيه نوع من أنواع الظلمة حصل في التحكيم حضرتك كابتن محمد كنت شايف لا ده معجيانا كنت شايف أنه ده حصل معجيانا أصلا اللي حصل معجيانا هو كان الدافع القوي جدا للمديليا تاني يوم يعني اللي حصل معجيانا وجود سادة الوزير الدكتور أشرف صبحي واللي عمله هو والبشمانس الشامحة طب الدكتور أشرف كان بيتناد يعني أنا مش هنقولها باللفز كان يجري على المدرجات زي أي مدرب في جهاز الفني يعني متفرج وحد دكتور أشرف كان لعب وحاكم كراتيه قبل ما يبقى وزيرهم أولاده هو دكتور أشرف عمتا مدربي يعني فهي حزي مالك واحد الأشخاص الجميلة يعني فهي يعشق كراتيه طيب عوزينا يعرف إلا حصل معجيانا يعني جيانا كان مخطط لها برضو أو كان متوقع أن هي تاخد بيتنا دهب إلا حصل وخذب فردوزية هو جيانا لعبة المصنف الأول الصينية نعم الكروس جي معاها في السيمي فاينال الماتشا يشتغلنا عليه كويس قوي وجيانا هجمت هجمة فحاكمين رامو للصينية وحاكم راما لجيانا فأنا طلعت بالكارت بتاعي الدربة واضحة جدا اللي هي كانت لجيانا عملوا بالدربة تانية فجابوا حجمة تانية خالص فالمجدل برضو المهم الحاكم ما داشت ضربة لنا صحيحة واتسحب الكارت فكملنا المباراة هنا في أداء صعوبي أكتر لأن اللعب بياخد بوينت وبياخد حاجة اسمها سنشو احنا بنقول لها الأمان الزايد للسنشو ده لفكرة اللي بيسجل الأول بياخد نقطة وبياخد حاجة اسمها سنشو فهنا اللعب بيبقى عنده حالتين جامدين جدا لأنا بقى واقفة على الأرض لأنا حتى لو اتخذ مني نقطة لنسة معها السنشو أقدر أكسب فجيانا راح تجيبها مع وضع لقى هجمة هجمة تانية وهجمة هجمة تالتة كانت بوينت صريح جدا ما ترفعش لقى علام هجمة الهجمة الرابعة جابت نقطة بقى واحد واحد راح تهجمة تاني وبعد كده راح تكملها هجمة فالبنت خدت خطأ في الثاني في الثالث وتلغى السنشو كل اللي بيتقال ده يعني أنا نفسي توطرت أنا وهدير وإحنا موجودين نقط النفسي أكتر بيبقى على اللاعب ولا على المدرب لا على البلد كلها على كل المدرب بس يعني عليك موجود في قلب الحدث هنا إحنا بدأنا نتطمن خلاص يعني اللي جانا يعني إحنا لو فيه خمس حكام كمان ده اللي تقال في أرض الملعب يعني هيرفع اللي جانا خلاص يعني اللي جانا وصلة فينا للموضوع من تلك فوجئنا للحكام العرب هي اللي رفع ضدنا نعم فاستغربنا يعني حتى أنا أنا قايم فأقول حزب الله نعمال وكيل وكد زعلان لدرجة الحكم المصري نفسه بكى هناك في الملعب كابتنا عيسى الفاروق فيه من الزعل يعني لأنه كان شايف اللي فعلا كان فيه ظلم كبير جدا ولكل الحكام المصريين رئيس لجلت الحكام العرب الدكتور عمال السيرس وكابتال طالة رجائي وكابتال حمد رمان حكام الدوليين كلها في مصر قالوا قالوا الكلام ده كله ولتحاد الدولي قبل النتيجة ما تعلم بسانية كتب مبروك اللعبة الصينية المدينة البرونزية يعني حتى اتحاد الدولي كلهم شايفين أصل حركة الأفضلية اللي بيهاجم أكتر فهي البنت واخدها 3 انذارات لعبة سلبي واللي مديها الانذارات دي الحكام الرئيسي طب إزاي انت مديها انذارات لعبة سلبي وبعدين رجحتها نياه اللي تكسب